نحن الآن في غرفة العمليات أو في غرفة الطوارئ في مستشفى الأمير في مديرية قعطبة قصفت ميليشيات الحوثي وصالح قبل قليل على هذه المدينة من مدينة دمت بالمدفعية راح ضحيتها اثنان واحدة من هؤلاء الشهداء فتاة في العاشرة من عمرها وهذا الشاب كما تشاهدون في الصورة الميليشيات تلجأ لقتل المدنيين لضرب الأماكن السكنية في حال عجزها عن دخول محافظة الظالع وأيضا هناك جرحة سقطوا في هذه الحادثة وتم نقلهم إلى مدينة الظالع نلتقي الآن بالدكتور كيف حالة الإصابات العرض لها المدنيين حصل نزيف حاد أدى إلى حصول حالة وفاة مباشرة حاولنا عمل اللازم من إنعاش وإسعاف ونغل دم وتركيب سواء وحتى حاولنا عمل إنعاش قلب يتنفسي وديسي شوك لكن لا فائدة تذكر لا فائدة تقد فقد فارغ الحياة بسبب النزف الدمو الشديد والحاد السلام والأمن في هذا الوطن هو حلم المواطن اليمني لكن ميليشيات تسعى محاولة زرع الموت في كل مناطق البلاد من خلال إرسال قذائف الموت على المدنيين محمد مريسي قناة بلقيس من مديرية قعطبة محافظة الظالع موسيقى موسيقى